انسحاب مالي قطري جديد من أسواق دولية مصادر مالية مطلعة ذكرت أن وزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بصدد بيع أصول ضخمة في عواصم أوروبية شبكة بلومبرغ نقلت عن هذه المصادر القول إن بن جاسم يبحث بيع سلسلة فنادق فخمة في باريس ولندن وقدرت الشبكة قيمة هذه الأصول بما يقارب 900 مليون دولار في مقدمة الأصول المعروضة للبيع فندق حياة ريجنسي باريس وتقدر القيمة السوقية للفندق بنحو 557 مليون دولار وتملك الفندق شركة مرتبطة بالشيخ حمد بن جاسم وتشمل الأصول المعروضة فندقين في العاصمة البريطانية لندن تزيد قيمتهما عن 300 مليون دولار دوائر مالية ذكرت أن هناك مستثمرين مهتمين بالشراء لكن لا توجد صفقات متوقعة أو مؤكدة واستبعدت مصادر مالية واقتصادية أن تكون عمليات البيع راجعة لاعتبارات مالية أو اقتصادية وتوقعت المصادر أن يكون التحرك مرتبطاً بأوضاع بعض أفراد الأسرة الحاكمة في قطر وتنامي اتهامات الإرهاب التي تلاحق الدوحة لتطال بعضهم مصادر غربية ذكرت أن الشيخ حمد بن جاسم يتخوف من مواجهة مزيد من الملاحقات القضائية ضده في أوروبا إضافة لتهمة الفساد التي يواجهها في قضية بنك باركليز الاتهامات المحتملة هذه المرة تتعلق بالإرهاب فبن جاسم أحد صناع السياسات في عهد الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة وتسلك الدوحة منذ عهد حمد بن خليفة سياسة قائمة على التقارب الشديد مع الجماعات الإرهابية واحتضانها وتمويلها وتوظيفها في بث الفوضى وزعزعت الاستقرار في عدد من دول المنطقة وكان مستثمرون قطريون قد سحبوا استثمارات تقدر بنحو خمسة مليارات دولار من الأسواق التركية كما تراجعت الدوحة عن حزمة استثمارات وعدت بها أنقارة ويعكس هذا الانسحاب المخاوف القطرية وتراجع قدرتها المالية بسبب الأزمة اشتركوا في القناة